بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل بإذن الله مادة مقدمة في تصميم وتحليل النظم ثانية أول قديم وسنوية عامة ثالثة أول تعليم إلكتروني مدمج المحاضرة من الثالثة للخمسة بالنسبة للمحاضرة الثالثة هي تختص بالجدوة دراسة الجدوة المقصود بها باختصار أنا عايز أشوف الجدوة أو الفايدة من إقامة مشروع جديد سواء بقى هبني مثلا فرع جديد هعمل مصنع جديد هعمل نظام معلومات هل المشروع ده أين كان نوع هيبقى مفيد للشركة أو للمنظمة أو المؤسسة ولا غير مفيد بمعنى آخر هل الفايد اللي جاية منه أكثر من تكاليفه ولا لا ده باختصار مفهوم دراسة الجدوة طبعا عشان أعمل كده لازم في مجموعة من الدراسات عشان أقدر أوصل للقرار المزبوط فعلشان كده عندنا مراحل الدراسة الجدوة بدأ أدت خطوات منها مرحلة التعرف على المشروع التعرف المبدئي بعد كده أبتدي أحط بدائل أو إيه الفرص اللي قدامي ودي اسمها الدراسة التمهيدية بعد كده بنعمل مجموعة من الدراسات التحضرية أو المساندة ودي دراسات مطمقة أكثر من الأولى والتانية اللي هي دراسات تسويقية وفنية وتمولية أو دراسة الجدوة التسويقية والجدوة الفنية والجدوة التمولية بعد كده بنعمل اللي هو الجزء الخاص بنا اللي هو ككلية تجارة اللي هو دراسة الجدوة الاقتصادية ان نحن نقارن التكلفة والعائد هل العائد أكثر من التكلفة ولا لا بعد كده في دراسة اللي هي دراسة الجدوة الاجتماعية ودي غالباً بتبقى خاصة مشبول المشروعات الفردية اللي هي بيملوها كمجموع من الأفراد أو فرد واحد تبقى خاصة غالباً بالدولة لأن ممكن يبقى بالنسبة للدولة في مشروع كاقتصاد جدوة اقتصادية تكلفته أكبر من عائد شوية إنما الجدوة الاجتماعية بتاعته كبيرة جداً فالدولة هنا ما بتنظرش لمنظر عائده التكلفة قدر ما بتبص إيه اللي هيفيد كده زي مثلاً لو هتبني مستشفى تحصل بها إيه على قد ما تشوف أنها تقدر تقضي على مرض ما أو تعمل اسكان اجتماعي ممكن يبقى غير مربح بالنسبة لها ولكن هو مربح على المستوى الاجتماعي والسلام الاجتماعي بعد كده بعد الدراسات كلها لما تخلص بيتم إعداد تقرير نهائي وفي مجموعة من التوصيات وبناء على هذا التقرير نقول يما هنطبق المشروع في طرق طبعاً كتير لتقييم المشروعات نحن نقتصر فقط طبعاً كل هذه طرق نحن نقتصر على فترة الاسترداد وطريقة صواف القيمة الحالية طيب عشان برده من نتكلمش في قوانين كتيره ممكن نشوف مثال على طريقة فترة الاسترداد والقيمة الحالية علشان ملك بتقوم القوانين بس هنا مشروع بالقوانين بكل حاجة هننتقل على المثال على طول علشان ملك بتقوم طيب والمشروع التاني نفس القصة 10 16 24 15 9 والتكريف الاسمارية بتاعته 50 هنا المطلوب نشوف هنختار انا مشروع فيهم ان كان من الممكن نختار ممكن نرفض الاثنين ممكن نبقى الواحد بس ممكن نفاضل بين الاثنين بناء على المعايير اللي عندنا أولاً بناء على باستخدام فترة الاسترداد ثانياً باستخدام صف القيمة الحالية علماً بأن معدل الفائدة يسوي كام 10% كأنها تكلفة الفرصة البديلة طيب نشوف اول حاجة فترة الاسترداد عشان نعمل فترة الاسترداد بنعمل ايه؟ بنجيب حاجة اسمها الاراضي التراكمي لكل مشروع انا عندي المشروع الاولاني امريكي كان الاراضي تراكمي تلاتين وعشرين مجموعة خلاقات ثمانية وثمانية وثمانية خلال خمس سنين طيب الاراضي التراكومي cinco سنواتي اول سنة تلاتين في 262 كده في مجموع 3 سنين نجمع اللهم الرابعة يبقى في الاربعة سنين نقود كام؟ 76 نجمع عليها إرادة السنوين الخمسة يبقى في الخمس سنين نقود كام 98 اللي هو نفس الرقم بتاع مجموع الإرادات خلال خمس سنين يبدأنا بأول إراد سنوين هو الإرادة تراكومية وآخر إرادة تراكومية هو مجموع إرادات كلها نفس الحكاية للمشروع التاني هذه الخطوة الأولى نجيب إرادة راكم لكل مشروع بعد ذلك نبدأ نرى التكلفة الإثمارية المشروع الأولاني 65 هذه الخمسة وستين ليست موجودة في الإرادة راكم لكنها بين الـ 62 و 76 الـ 62 تتحقق في السنة الثالثة الـ 76 في السنة الرابعة مع ذلك سأسترد التكلفة الإثمارية بعد ثلاث سنين وشوية المشروع الثاني تكلفته 50 والـ 50 تتحقق بالضبط بعد نهاية السنة الثالثة يبقى الفتر الاسترداد للمشروع الثاني كم؟ ثلاث سنوات المشروع الأولاني يبقى ثلاث سنين وشوية نجيبهم الثلاث سنين الفرق بين التكلفة الإثمارية نقص الـ 60 على الـ 76 الخانس ستين فعلي بالك كانت بين الـ 62 و 76 يبقى ثلاثة زائد جزء الجزء الذي أجيبه أكبر الفرق من التكلفة الإثمارية وإلى الـ الأبليها على الـ نقص الـ 2 يخرج المشروع الثاني يضع كسر أجمعها ثلاثة يضع ثلاثة واثنين وعشريه طبعاً أبعنا هنا أنها ثلاثة وشوية والمشروع الثاني ثلاث سنين كان ممكن المشروع الثاني يضع برد ثلاثة وكسر هنا باستخدام فترة الاسترداد يبقى المشروع الأولاني المشروع الثاني أفضل من المشروع الأولاني لأن استرداده أقل من فترة الاسترداد فترة الاسترداد السياسية غير مستقرة يبقى كل ما يحصل على فلوسي مادري كل ما يكون أحسن لما يكون هناك مخاطرة عالية يبقى فترة الاسترداد هنا مفيدة كل ما تقل فترة الاسترداد ممكن نطبق هذا المشروع الأولى المشروع الثاني هذه الإراد السنوي مطروف واحد زائد معدل أس سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاث غاية سالب خمس طبعا المشروع الثاني مش لازم يبقى خمسة ممكن اربع سنين ممكن يبقى ست سنين يوصل لغاية سالب ست وأجمع النواتج تطلع لستة وخمسين وثمانتاشر من المية طبعا احتمال وانت بتحسي بيطلع فيه فروق في الكسور عشان التقريب مفيش مشكلة بس المهم النتيجة تطلع قريبة من الستة وسبعية طبعا لصافي القيمة الحالية المشروع من صاحب صافي قيمة حالية أكبر موجابة طبعا طبعا لو الاثنين طلعوا سلبين يبقى يرفضوا طبقا لمعيار القيمة الحالية طب واحد موجاب واحد سالب يبقى يقبل للموجب لانه ده هي حالي زي ربح طيب الاثنين طلعين موجابين هاي 11 و4 و16 و18 يبقى اكده اختار الأكبر لحالي ربح اكتر يبقى تبقى لمعيار صافي القيمة الحالية يبقى المشروع الأول أفضل خلي بالك ان الفطر الاسترداد كان المشروع التاني طيب يبقى كده دي غالبا لو الاحوال مستقرة وكذا يبقى عندي صافي القيمة الحالية هيبقى المعيار ده أفضل من فطرة الاسترداد طيب لو اختلفت يعني هنا المعيار الداني حاجة ومعيار تاني الداني حاجة تانية ممكن احتكم الى معيار تالت يأكد لي اختار انا مشروع فيه ولكن طبقا لكل واحد مستقل فترة الاسترداد يبقى المشروع التاني لو طبقا لصافي القيمة الحالية يبقى المشروع الأول ده مثال تاني كان موجود في عندنا مشروعين مشروع الاول سين والمشروع التاني صاد وبرضو الارضات السنوية وفيه ثلاث حالات للتكليف الاستثمارية حالة الف وبه وجيم وطلبين برضو نفس الحكاية نختار المشروع المناسب بفترة بالتداد وصافي القيمة الحالية معدل فات 12% يريد الطالب كأنها ثلاث مسائل يعني حالة الاولى ده مسألة حالة التانية مسألة حالة التالتة مسألة يحاول يجرب وكأنه بحل ثلاث مسائل مختلفة ويشوف يعمل فيهم به طيب كده انتهت المحاضرة التالتة او الباب التالت بالنسبة للباب الرابع اللي هو خرائط تدفق البيانات هو موجود يعني مطلوب بس تقرف الكتاب من صفحة 145 لصفحة 163 مجرد قرية أنا مش هتطربكم بهذا الجزء لإني هيبقى لازم يبقى يعني كان يبقى مشروح قدامكم شرح مباشر فيبقى صعب شوية عليكم فده ممكن مجرد قرية يفتكوا بعد كده ان شاء الله ننتقل لباب الخامس او المحاضرة الخامس ان شاء الله اللي هي الخاصة بالتقارير بالتقارير ممكن نعرف التقارير على انه عرض مكتوب يعني حاجة مكتوبة لمجموعة من الحقائق الخاصة بموضوع معين يعني زي دراس الجدول اللي كنا متكلمين عليها أنا طلعت مجموعة من النتائج والحقائق والمعلومات بقى احطاه صورة مكتوبة ما بقولها شفهيا وبحل الموضوع ده تحليل منطقي وبضع مجموعة من الاقتراحات والتوصيات تتناسب مع نتائج التحليل بتاعتي يبقى انا عندي مجموعة من البيانات بتتحول بواسط نظام المعلومات المعلومات الى معلومات عملتين عملية تشغيل تحولت الى معلومات المعلومات دي ابتدي احطها او اعرضها في صورة تقارير وهذه التقارير تقدم لمنتخز القرار بناء عليها يتم اتخاذ القرارات المناسبة اهمية وفائدة التقارير طبعا اهميات كثيرة جدا ممكن هقول لك ملخص الاهمية دي وانت الطالب ممكن يقراها هيلاقي برضو الكلام واضح مفوش اي مشكلة اول اهمية وفائدة للتقارير عملية التخطيط ثاني حاجة ان انا اعمل عملية رقابة الثالثة ان انا اعمل عملية توجيه واشراف ممكن اتابع اعمل عملية متابعة وتقييم زي تقارير الاداء ممكن التقارير تبقى من ضمن فويدها ان انا اعمل عملية توسيق وتسجيل زي التقارير المالية ممكن تبقى وسيلة لتبادل معلومات ممكن تبقى معلومات مرجعية اقدر معلومات اقدر اي وقت النقاط برضو اللي هنا دي دي فويد للتقرير برضو ملخصة عن الكلام اللي ايه اللي فت طيب عشان اعد التقرير ده لازم اعرف وبيكون ازاي او شكله ازاي طبعا التقرير ليه بداية زي احا كده كأن ليها بداية وليها حاجة متوسطة وليها نهاية او ليها وسط او صلب وليها نهاية طيب التقرير بدايته البداية دي بتشمل صفحة الغلاف وصفحة المحتويات والمقدمة والملخص بعد كده يبقى البداية وان مكوناتها صلب التقرير ده اللي هو الحاجة الرئيسية في التقرير ليه محتوياته ودي بتختلف طبعا المحتويات من التقرير الاخر باختلاف الموضوع اللي بيتكلم عنه وبيبقى فيها المجموعة المعلومات والنتاج اللي توصلنا ليه اخر حاجة في التقرير جزء الخاطمة او نهاية التقرير لها تتضمن مجموعة من التوصيات والفهرس والملاحق والاشكال البيانية ان تطلب الامر ذلك طيب مواصفات التقرير الجيد يبقى عرفنا التقرير بكو من ايه طيب علشان يبقى التقرير الجيد لازم ليه مجموعة من المواصفات او المعيير اول حاجة ان يراعي البعد الزمني يعني ان يعرض في وقته و الا لو عرض بعد الوقت المطلوب يبقى ليس له اي قيمة طيب الحاجة التانية من مواصفات التقرير الجيد انه يكون شامل للموضوع كله ما يخدش جزء و يسيب جزء اخر الحاجة التالتة والمهمة جدا ان يكون دقيق و في بيانات صحيحة عشان اقدر اعتمد عليه الحاجة الرابعة هي حاجة شكلية الى حد ما انه يبقى مناسب الحاجة ما يكونش صغير اوي بحيث يهمل بعض المعلومات والبيانات و ما يكونش كبير اوي بحيث يؤدي الى ان انا ما اقدرش اطلع منه بنتاج دقيق الحاجة الخامسة انه يكون له القدرة على الاقناع و ده هيجي طبعا من انه بيعتمد على بيانات و معلومات دقيق و تحليل دقيق الحاجة الستة انه يتسم بالموضوعية بعيد عن المشاعر و الأشياء الشخصية اخر حاجة انه يدعم بقدر امكان بالجداول و الأشكال البيانية كلما امتلك كده يبقى اعرفنا مواصفات التقرير الجيد و طبعا هنا بعض المتعلقة الأخرى بالتقرير مش هنطول فيها اوي ننتقل لنقطة اخرى اللي هي انواع التقارير طبعا التقرير انواع التقرير تختلف باختلاف وقته و الهدف منه و المحتوى بتاعه و شكله و الجهة اللي موجه لها و المنهة اللي تختلف طيب مراحل اعداد و كتاب التقرير احنا عرفنا التقرير يتكون من ايه اللي هي بداية و وصوله بالتقرير و الخاتمة و النهاية بتاعته طيب عشان اعمل تقرير و اكتبه هيمر ب ايه او اعمل ايه عشان طبعا فيه اربع مراحل المرحلة الاولى اللي هي الاعداد و التجهيز التانية التنظيم و البناء الهيكلي يعني هكتب فيه ايه بالزبط و تأتي بعد كده مرحلة الكتابة و بعد كده تأتي مرحلة مراجعة ما كتب و التدقيق فيه المعلومات الموجودة فيه و بعد كده هتلاقوا ان شاء الله فيه اللي هو شرح كل مرحلة من المراحل اللي هي هنا المرحلة الاولى الاعداد و التجهيز بعد كده المرحلة التانية اللي هي التنظيم والبناء الهيكال و المرحلة التالتة الكتابة التقرير نفسه و المرحلة الرابعة اللي هي مراجعة النقاط يجب مراعيطها لكي يكون التقرير فعال ان طبعا ان يكون ليه بداية و متن و نهاية ان يكون كامل و دقيق اللي هي المواصفات اللي احنا قلناها قبل كده وبكده تبقى انتهت المحاضرة الخامسة من مادة مقدمة في تحليل و تصميم النظم و تحياتي لحضراتكم و شكرا كثيرا شكرا 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 شكرا